اشتركوا في القناة والذي تقدمه لكم المدرسة الحديثة للتعليم الخاص الفاتح درسنا لهذا اليوم بعنوان ما الجسم الساكن وما الجسم المتحرك هداف هذا الدرس أميز الأجسام الساكنة عن الأجسام المتحركة نبدأ على بركة الله لنلاحظ سويا هذا المشهد ماذا تلاحظون أحبتي؟ نوقف المشهد الآن نعم لقد لاحظتم سيارة تتحرك بينما هناك أعمدة لا تتحرك نمر إلى مرحلة التساؤل هل كل الأجسام ساكنة؟ وهل كل الأجسام تتحرك؟ للإجابة على هذا السؤال لنلاحظ هذا المشهد كما تلاحظون هناك مجموعة من السيارات هل كل السيارات تتحرك؟ نفكر قليلا قبل الإجابة أحسنتم كل السيارات ساكنة أي أنها لا تتحرك باستثناء السيارة الزرقاء نمر الآن إلى مرحلة التحقق لنلاحظ معا هذه الصور هل يمكن أن نحرك الثلاجة بسهولة؟ نفكر قليلا قبل الإجابة أحسنتم لا يمكن أن نحرك الثلاجة بسهولة إذن فهي جسم ساكن نمر إلى الصورة الموالية هل يمكن أن نحرك هذه العربة؟ نعم يمكن تحريكها بسهولة نظرا لوجود عجلات تساعدها على ذلك نمر إلى الضراجة هل يمكن أن نحركها بسهولة؟ نعم أحسنتم يمكن أن نحرك الثلاجة بسهولة نستخلص من درسنا لهذا اليوم يمكن لجسم أن يكون ساكنا أو متحركا وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر